السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة سنوية معتادة من فيلم جامد وهي حلقة قائمة افضل عشر افلام في السنة من رأي الشخصي السنة اللي فاتت جربنا فكرة مختلفة جربنا نبني الايمة في الفيديو نفسه يعني ندخل الفيديو واحنا مش عارفين الايمة هتكون ايه والفكرة على ما يبدو عجبت الناس وعجبتني انا شخصيا لانها مختلفة لذلك السنة دي بنكررها مرة اخرى خصوصا وان في ناس كتير طلبت انها تتعمل بنفس النمط ده مش عارف اذا كانت الرحلة بتاعتنا المرة دي هتكون سهلة او صعبة لان السنة دي عندنا افلام اكتر بكتير من السنة اللي فاتت بكل تأكيد والمستوى برضو بكل تأكيد افضل بس خلونا نخود التجربة كده ونشوف هترسي على ايه ايمة افضل افلام السنة كالمعتاد من منظوري الشخصي مش بالضرورة تكون متوافقة مع التقييم اللي تم اعطائه للافلام في الحلقات اللي حصلت على فيلم جامد ووارد جدا تخش فيه افلام اصلا ملهاش مراجعة على القناة وضروري كمان اوضح ان فيه افلام كتير ممكن تكون متميزة ولكن ما جاتليش فرصة اني اشوفها زي كينج ريتشارد زي بيل فاست زي دا جرين نايت افلام الظروف ما خدمتنيش ومعرفتش اتفرج عليها وافلام ما قدرتش اوصل لها باي شكل شرعي ممكن ومع ممكن ان انا لسه قيلها دلوقتي حالا دي بقى واضح جدا ان انا عندي برد فمعليش لو ما خارج الالفاظ ما كانتش مضبوطة قوي في الحلقة دا وفي افلام جابت اسماء افلام تانية متلا دا حيكون شكل مصرح الاحداث بتاعنا الترتيب النهائي حيترس في الارقام اللي انتو شايفينها دي والمساحة الفضية اللي فوقي دي هي المساحة اللي هنحط فيها بوسترات الافلام لغاية لما نسكنهم مساحة واسعة قوي زي ما انتو شايفين كده مين المهندس الحمار اللي كان شغال في الايمة دي قابلي بس قبل ما ندخل في المسرح ده في مسرح تاني عاوزين نعدي عليه وهو المسرح ده اللي من خلاله هنفتكر ايه هي افلام السنة اصلا دي قناتي يا جماعة هنعدي عليها كده عشان نفتكر افلام السنة ونشوف ايه هي الافلام اللي هتدخل معنا هنقول كده ان البداية كانت من هنا من واقفة رجالة واظن صعب ان واقفة رجالة يخش معنا في الايمة فخلونا اتحرك ده وايت تايجر كان من الافلام المميزة واللي عجبتني جدا بس انا مش متأكد ده يتحسب على عشرين ولا واحد وعشرين ده وايت تايجر فيلم من انتاج الفين واحد وعشرين لأ يبقى ده اول بوستر هيدخل معنا المسرح تمام كده وايت تايجر معنا برا التصنيف مبدئيا كوايت بلايس بار تو اكوايت بلايس بار تو بكل تأكيد حيكون جوا التصنيف الحقيقة خلونا نقول ان هو حيكون في المركز الخامس مبدئيا نمشي بالشكل المتوسط ده لحد ما نستقر على الترتيب ده سو سايد سكواد ده سو سايد سكواد حرصوا مبدئيا برا الايمة من الافلام الكويسة اللي عجبتني جدا على الاقل لازم تكون معنا في الايمة الشرفية هاي دي من فوائد الطريقة دي بقى يا جماعة انما انا ممكن لو كنت بكمبايل الايمة دي بالطريقة العادية كنت تنسى الفيلم ده اساسي من الافلام اللي عجبتني وفجأتني واعادت ليا الامل في الافلام الكوميدي عموما دونت لوك اطن مش من الافلام اللي عليها اجماع كبير واثرت الجدل واحبطتني انا شخصيا مش هقدر انكر ده مش نفس المستوى اللي كنت متوقعه ولكن عليه حوار عليه نقاش عليه خلاف فده بيعكس اهمية واعتقد سبايدر مان نوي هوم من الافلام اللي اعادت تعريف مفهوم الفان سيرفسنج بدل ما كانت كلمة سيئة الصمعة اداها وجه وسيم واول سؤال صعب في حلقتنا النهاردة هو فوق اكوايت بليز ولا تحت اكوايت بليز انا حصنفه رابعا اولا ولكن ده مش قرار نهائي خالص لو ما كنتوش واخدين بالكم انا لبس ازي الرسمي بتاع حلقة افضل افلام في السنة كالعادة اهو ديون ده يا جماعة لولا التحفظ الرقابي في مشاهد العنف اللي فيه كان حينزل بالبراشوتة على رقم واحد غصب عننا شخصيا ولكن في الوقت الحالي انا حصنفه سادسا وده بكل تأكيد برضو مش نهائي سكويد جيم مش موضوعنا انا بفكر اعمل ايمة مسلسلات السنة دي يعني انا في العادي ما بعملش الايمة ديت لاني ما ببقاش شايف اصلا عشر مسلسلات على بعض بس السنة دي لو خدنا التجربة دي نفسها على المسلسلات يمكن نعمل ايمة كوائز حعملها يعني حعملها ولو طلعت حلقة حمشرة ايمة شرفية لاست نايت انسوه دوت لو على نصه الاولاني ينزل ايمة رسمية بشكل مباشر سموس التاني بتاعه اعتيادي جدا وتك تك بوم احد مفاجآت السنة واحد افضل افلامها حنزله مبدئيا في المركز السابع وبكده لفت القناة اصفرت عن هذه الاختيارات الغير كافية على الاطلاق لذلك حننتقل للمصدر التاني لتذكيري بالافلام اللي شفتها وهو افلام مهرجان الجول انا ها ايه مش فاكر ايه انادر دوت اصلا the blind man who did not want to see تايتانيك حنفكر فيه the french dispatch طبعا يا ناري سود والله على العظيم كنت ناسيه كوستا برافا فيلم من لبنان بكل تأكيد افضل فيلم عربي انا شفته السنة دي لذلك انا حدخله في الايمة الشرفية رغم علمي بانه صعب او يدخل في الايمة النهائية بس حخليه معنا the quest for tonewood the documentary بس حلو جدا comportment number 6 من اعذب وارق الافلام اللي ممكن اي حد يشوفها بس خلوه على جنب دلوقتي جماعة انا ما بتكلمش عن الافلام دي بالتفاصيل لان فيه كلام بالتفاصيل عن اغلبها موجود على صفحتنا على فيسبوك وفيه لينك في الديسكريبشن تحت الصفحتنا في فيسبوك خشوا شفوها هتعدوا على كل الافلام دي اتبقى رأي مفصلة فيها sundown انا مش فاكر ده ايه بس اعتقد ان هو الفيلم اللي بيحكي قصة حياة موسيماني انا افتكرت دلوقتي ايه another world ده يا جماعة ده فيلم فرنساوي وهو افضل فيلم شفته اصلا في مهرجان الجونة كله على بعضه فهو اكيد معنا في الايمة الشرفية برد anotromonde فيلم فرنساوي متميز جدا وقريب جدا من قلبي لانه بيعبر عن حاجات كتير اوي بفكر فيها وبمر بيها او مريب بيها dead blind man who did not want to see titanic فيلم فريد اوي في اسلوبه الاخراجي وفي تجربته البصرية متمايز في كل العناصر الفنية لا ممكن افكر فيها اصلا ده بالاضافة لانه حددته من اجمل ما يمكن كمان ده فرنش ديسباتش كارنافال ويس اندرسن اللي حنزله ثالثا بشكل غير نهائي برضو كوستا برافا افضل فيلم عربي السنادي انصح الجميع بمشاهدة طيب كده خلصنا مهرجان الجونة نخش في مهرجان برلين مرجعي الوحيد لأفلام مهرجان برلين السنادي هم التلت حلقات دول لان المهرجان كان ديجيتل مع الناس مسافرتش محدش راح ودي كانت فرصة حلوة ليه ان انا اتفرج على كل الافلام بتاعت المسابقة الرسمية اللي كانت موجودة فيه للي عارف فيلم سعاد فيه خلاف دائر ما بين صناعه وعطل عرضه سينمائيا وده شيء مؤسف جدا اتمنى يتحلى انه فيلم متميز ويستاهل يتشاف واتمنى ان شاء الله بازن الله يتعرض بشكل قراجب بادلق باقي كورلوني بس ده فيلم مجنون وهو احلى فيلم شفته في مهرجان برلين وهو اللي كسب اصلا لو انا فاكر كويس الجائزة الرئيسية وهحطه في الايم الشرفية الفيلم ده فيلم روماني يا جماعة تجربة المشاهدة بتاعته مجنونة لانها بتجمع حاجات كتير قوي فيلم عبارة عن فصلين وفصلين مش شبه بعض اطلاقا ولكن فيلم مسلي وهو فيلم غير امن للمشاهدات العائلية بكل تأجيد يعني وبيضع كتير من المقاييس الانسانية اللي احنا عايشين فيها كل يوم قدام المرآة بتاعت النفاق والكتب والكلام ده كله يعني مش عايز اقول لكم اي حد هتفرج الفيلم ده هتطلع محرج من نفسه لو عاوزين يا جماعة الريفيوز والمناقشات المفصلة بتاعت افلام مهرجان برلين هما التلات حلقات دول اهم قدامكم هنا هم حلقات ظريفة خفيفة بتكلم فيهم باسترسال قلت رأيي الكامل في كل الافلام بتاعت المهرجان اللي كانت مشاركة في المسابقة الرسمية بما فيها الافلام اللي دخلت الايمة معانا الايمة الشرفية مبدئيا بلد اوفا وايت كاو فيلم ايراني معالجة وتقديم جديد لقضية احكام الاعدام برؤية ايرانية درامية بقى من اللي احنا اطلعنا عليها مؤخرا وابتدينا نشوفها فلكم ان تتخيلوا مدى النضج اه الدرامي اللي موجود ومدى اعتصار الاحاسيس اللي ممكن واحد يمر بي بس الافلام اللي شفناها وما تكلمناش عنها الا بس في حلقات حصاد الشهر اللي فات فخلونا نمر عليهم من قناتنا مبدئيا مالجننت ممثل الرعب الاول واخشى انه قد يكون الاوحد في تحية مني للجرأة في صناعة الافلام وفي التجديد وفي المخاطرة بكل شيء حتى لو ما دخلش معنا في التصنيف النهائي حاولت ادور على بوستر ما فيهوش صورة جرار باطلر بس ما لقيتش الحقيقة مش قادر اصدق ان انا هحط فيلم فقايمة افضل افلام السنة من بطولة جرار باطلر بس قبشب فيلم جديد ومختلف وفيه واحد من افضل الاداءات المسندة السنة دي حتى لو ما خدش اي تكريم في موسم الجوائز اللي هو مش اداء جرار باطلر بكل تأكيد يعني ساكساشن دا شرينك نيكس دور دا باور اوف دا داواج حيدخل معنا ايمة شرفية مبدئية فيلم متميز جدا دور متميز جدا ومتجدد جدا لبريدت كومبر باتش وسرد ناضج للاحداث نروح بعد كده لحلقات الحصاد على قناة ماهر اكسيجان فيلم فرنساوي ممكن نقول عليه رعب ممكن نقول عليه خيال علمي ممكن نقول عليه اثارة نفسية مش قادر اقول ان هو عنده اي افكار اصلية بتاعته هو ولكن دمجه لعدد كبير من الافكار والمواضيع الانسانية والمستقبلية من افضل ما يمكن وده هو اجمل قصة السنة دي والتناول بتاعها تناول فريد جدا لانه بيتعامل مع اسرة من الصم والبكم باداء تمتيل فريد ومواقف جديدة بالكامل وبكل تأكيد ما انا في ايما الرئيسية انا بعمل ايه ده تعالوا نبتدي معاه في المركز الثامن حلقة الحصاد الاخيرة على قناة ماهر كان فيها فرنش ديس باتش بكل تأكيد وجوه الايمة هخليه يبتدي في المركز الثاني مش لانه افضل من دول كلهم ولكنه في تقدير الشخصي افضل او تصنيفه اعلى من بعضهم وبعدين هنبتدي نلعب ده هاردر دي فول معانا وجوه الايمة الرئيسية يا جماعة عوامل كتير ورا القرار ده يا جماعة قرار ان هو يخش الايمة مش انه يبقى رقم واحد لانه غالبا مش هيتلقى رقم واحد يعني ده ده كولست فيلم السنادي اكتر فيلم كول السنادي فيلم وسترن حاجة الناس كانت فقدت فيها الامل من فترة طويلة جدا افضل ساونتراك السنادي مواقف درامية جيدة جدا مواقف اكشن جيدة جدا تشكيل البطولة او فريق بطولة عايز اقول برضو جدل انه افضل السنادي فابقى مظلم نفسي لو ما دخلتوش الايمة الرئيسية هيقلي انا كده عجنت اقصى درجات العجن الممكنة حيفضل بس فيلمين من المشاهدات المتأخرة اللي اتفرقت عليها حدخلهم اي مشرفية عشان لما نبتجي نخصم بس نكون واثقين من اللي بنعمله والفيلمين دول هم الفيلم الايطالي لو حضراتكم بتحبوا السينما قوي 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 وبتحبوا الكرة ولو حتى حبة صغيرة قد كده لازم تشوفوا الفيلم ده لانه بكل تأكيد حياة جبك وفيلم ارون سوركن الجديد فيلم من تأليف ومن اخراج ارون سوركن بيحكي عن حقبة مهمة جدا في الكوميديا التلفزيونية الامريكية من خلال حدوتة اصبوع في حياة الزوجين لوسيل بول وديزي ارنز دول الاسماء كانت كبيرة قوي 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 في كلاسيكيات التلفزيون الامريكي وبتاع حدوتة فريدة وتناول فريد واسلوب سرد فريد توازن هايل ما بين الكوميديا والدراما لولا بس بعض الفصول اللي الاهتمام بتاع المشاهد باللي بيحصل بيقل جدا وده اللي ممكن ما يدخلش الفيلم معنا في الايمة النهائية ولكن الفيلم بيتميز اولا واخيرا بانه حوار ارن سوركن بعيدا عن كنه تأليف ارن سوركن جماعة نعيد وانوزيد في هذا الموضوع اي حد في الدنيا شايف انه ما بيعرفش يتكلم كويس ما بيعرفش يعبر كويس ما بيعرفش يوقف قدام ناس ويتكلم كويس حضرتك تخش على ايم دي بي تدور على واحد اسمه ارن سوركن تجيب افلامك ولو تتفرج عليها ورا بعد على مدار مسلا شهر ولا حاجة تطلع منها براباند بس هنا لو ناسي حاجة بقى ايه سامحوني مهم ايمة شرفية طويلة ايمة رئيسية فيها تمن افلام عندنا مكانين فضيين عاوزين نملاهو تعالوا نشطب على اللي صعب او يدخل معنا بصراحة دخلتوا الايمة عشان اقول الكلمتين دول وخلاص موش اوت ده جوه كو ده جوه اوكسيجان اوت ماليجنانت حستنى عليه شوية لوني مش هارف ايه ده يا جدلا يا جماعة من افضل افلام السنة ان لم يكن افضل فيلم في السنة فعلا بس يعني يا خلينا نقول اوت سعاد للأسف اوت كوستا برافا اوت هوا المفروض ان احنا نبقى نعمل ايمة مستقلة للأفلام العالمية اللي مش امريكانية ومش عربية او عربية واوروبية واسيوية مش عارف والله مش عارف هزبر على ويت تايجر كده اللي بيتنافسوا على المركزين اللي فضلين هم ممثل الكوميديا ممثل الرعب بصوا في سنة اضعف من كده كنت هحرس على توجدهم بس السنة دي فيها افلام كتير متميزة هيكون صعبة قوي ان انا استبعد منها افلام لمجرد خلق حالة من حالة التميز ايمة يونس بيتكلم يا اخواتي فكده ماليجنانت اوت بس خلونا فاكرين هم وصلوا لحد فين في اي من افلام السنة دي يعني بكل تأكيد من افضل 16 فيلم دا وايت تايجر دا باور اوف دا 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 سو سايد سكواد و دا هندوف جاد تلت افلام من نتفلكس ها كتير هي هي مع الوضع في الاعتبار ان جوه الايمة عندنا فيلم واحد من نتفلكس يا الهي يالله يا ابني احنا لسه حنرتب تقييما اعلى فيلم ما بين دول كلهم هو دا وايت تايجر بس دا وايت تايجر دا ما حدش بيتكلم عنه خالص و ايه يعني انا اتكلمت عنه وشايف انه هو فعلا من افضل افلام السنة دا وايت تايجر ان ببته في المركز العاشر مدقيان وغالبا مش هيتحرك منه مش قادر اصدق انا ما عادش فاضل عندي غير مكان واحد وتلات افلام عندنا اتنين ممثلين للسينما التجارية اللي هم سبايدر مان و اقويت بليس رغم ان اقويت بليس تو من الافلام اللي فنين جيدة جدا برضو بس اتصور دي ابعد مقطة حيوصل معانا فيها سو سايد سكوات ويبقى فيلمين بيتنفسوا على المركز الاخير داخل القائمة طب السؤال اللي حيحسم الموضوع انا استمتعت بوقتي وانا بتفرج على مين فيهم اكتر The Hand of God بس خلاص تم اتخذ القرار وبدون اي تقليل من The Power of the Dog بس عشان لازم نحسم لازم نخلص لازم نقوم والان المرحلة الاخيرة مرحلة الترتيب اللي بنرجع فيها لدروس السورتينج والبروجرامينج في الكلية The White Tiger ولا The Hand of God The Hand of God The Hand of God ولا Coda Coda ولا TicTicBoom Coda TicTicBoom ولا The Hand of God The Hand of God TicTicBoom ولا The White Tiger The White Tiger وبكده المركز الاول النهائي عندنا هو المركز العاشر لTicTicBoom مبدئيا مبدئيا الى لو في حاجة صحبة وهي نزل TicTicBoom The White Tiger Hand of God Coda نشوف رحلة Coda في الصعود Coda ولا Dune Coda كودة ولا أكويت بليس بارت 2 أكويت بليس بارت 2 ولا سبايدر مان سبايدر مان سبايدر مان ولا The French Dispatch The French Dispatch The French Dispatch ولا The Last Jewel The French Dispatch The Last Jewel ولا سبايدر مان No Way Home The Last Jewel هنتصر لمارتين سكورسيزي على مارفل أعرف أنه مش من إخراج مارتين سكورسيزي بس تلاقيه هو ريدلي سكوت صحاب The Harder They Fall The Harder They Fall Will Fall Pun intended بس السؤال هو حيفول لحد فين لأنه بكل تأكيد حيفول Behind The French Dispatch Behind The Last Jewel Behind Spiderman No Way Home Behind A Quiet Place Part 2 بس كده خلاص تعالوا نشوفها كده يا لهوي هو كده The French Dispatch هو أفضل فيلم في السنة وأكد لكم أن أنا لما بتريت أعمل الأيمة دي ما تخيلتش أنها ممكن تنتهي كده The French Dispatch وفلسفة ويس أندرسن الفريدة جدا تجربة سينمائية عنيفة وإن كان بكل تأكيد مش أفضل فيلم على مستوى القصة بس كل العناصر التانية تتفوق له فوق أي فيلم تاني بمسافة كبيرة جدا 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 The Last Jewel ممثلنا في السينما التاريخية وفي استعارة الراشمون إفكت الخاص بالقصص الكتيرة من المنظورات والمناظير المناظير معرفش جماعها إيه بالزبط المختلفة Spider-Man No Way Home اتكلمنا مفيش تجربة سينمائية زي دي مفيش أنك تروح السينما تتفرج على الفيلم ده وتخوض التجربة ديت معرفش ممكن تحصل إمتى تاني The Quiet Place Part 2 نقط كتير قوي لكونه Part 2 وPart 2 الفيلم ما تخيلناش أنه ممكن يصلح يكون له Part 2 يكون بهذه الجودة بهذه الدرجة من الإطارة بهذه الدرجة من الإتقان في انتقال التركيز من شخصياتنا لشخصية جديدة وبعد كده التنوع ما بينهم داخل السياق بتاع الأحداث نفسه ده هادر ديفول أنا لسه نتكلم عن مقاوماته كودة تكلمنا عن مقاوماته ديون ديون فيلم في المركز السابع وجاهز جدا لإنه يخش في التلاتة الأوائل بس زي ما قلنا لا في بعض التحفظ في بعض القرارات الإخراجية اللي كانت محتاجة جرأة أكبر من كده The Hand of God ممثل السينما العالمية وبصراحة لدي يكون فيه فيلم الكورة عنصر منه على فكرة هي مش العنصر الرئيسي هي عنصر فيه مارادون عنصر فيه وما يبقاش في الأيما النهائية بتاعتي يبقى فيه حاجة غلطة دواي الطايجر ومعالجة جديدة لتاكسي درايفر يا جماعة الفيلم اللي يوصل معي المقارنة زي دي يبقى فيلم جامد قوي 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 يعني وتك تك بوم ممثل السينما الغنائية الراقصة فيه مفاجأة لي أنا شخصيا كمان بس كده كالعادة بقى خلوني أفضلكم الشاشة دي للي حابين يشاركوا معنا بقى أخدوا سكرين شوت من الشاشة دي أحطوا الأفلام بتاعتكم كونوا أيمتكم لأفضل عشر أفلام في سنة 2021 وبعتولي الصورة على تويتر عمل لكم ريتويت نتناقش في الاختيارات ونعمل كل الحاجات اللي انتوا عاوزينها ناخد لكم شوية بوزز بقى عشان الأيمة تبقى فاني الفقرة دي في الحلقة هتبقى كرينجي شوية فاللي بيدرس يا ريت يقفل لو متخيلين ان الأيمة بتاعتكم هتعجبني لو متخيلين ان الأيمة بتاعتكم مش هتعجبني لو متخيلين انها مش هتبقى فرقة معايا لو كنتوا توكسك في الفيفا كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة ويا رب مع بعض دايما كل سنة لو حابين الأفكار اللي احنا قلناها في الحلقة بتاعت ان احنا نجرب في أفضل مسلسلات نجرب في أسوأ أفلام ونشوف لو في حلقات هتطلع منها ولا لا أقولولي في الكومنز ياريت تشاركوا معنا فعلا باختياراتكم لأفضل أفلام السنة ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجريكم الحلقات أول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام ووي باي